السلام عليكم يا شيخ ليه سؤال عندي أختي بقى ليها سنتين ما بتكلمنيش حاولت أكلمها ما بتكلمنيش فمش عارفة أعمل إيه كله بسبب الورث طيب يعني أنت بتقولي أنتوا قسمتوا الورث فيبدو أن المفروض كانت هي منتظرة أن أنت تدي له حاجة أو تنزل على الحاجة فأصريت أن أنت تأخذ حق الكامل ده من خلال كلام اللي أنا فهم من كلام حضرتك فهي زعلت منك أو أن كنتم مفروض تتخرجوا بشكل معين فما حصلش التخرج بما يرضيها فحصل الزعل بينكم بتقولي يسأليني أعمل إيه تعملي ثلاث حاجات أول حاجة تستمر في الاتصال بيها في المواسط تاني حاجة أنه يتدخل وسيط للإصلاح بينكم أنه هو يكلمها ويقول لها أختك بتحبك وانت كمان بعتلها رسائل من خلال هذا الوسيط ده شيء ثالث الحاجة الثالثة أن أنت تدعي لها من أكتر الأشياء آسف أكتر الأشياء اللي شفتها بتصلح القلوب على الدوام الدعاء الدعاء بظاهر الغيب بيخلي القلوب تتطهر تتنظف فأنا شايف أن الدعاء بظاهر الغيب مهم جدا جدا في حالتنا دي وفي سؤالنا ده يبقى ثلاث حاجات لا تتوقفي لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لمن تستمري تاني حاجة نعمل إيه؟ نخلي في وسيط يتشفع بين الناس عشان العلاقات وعلمنا الرسول الله أنه هو من أعظم ما علمنا إياه الرسول الله لسه من أن الواحد توسط في إصلاح ذات البين فنوسط حد إيه؟ يصلح بيننا التالتة ندعي تدعيلها وتدعيلك أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلوبكم ويجعلكم في خير حال إن شاء الله